ورجعنا لكم مرة تانية وصلنا دلوقتي لأخذ وقرات حلقتنا نهاردة استشارة طبية استشارتنا الطبية نهاردة هتكون عن مرض السمنة معلش لازم دي ايه عندك بنتقالي الدماء استشارتنا الطبية خلاة البرنامج استشارتنا الطبية نهاردة هتكون عن مرض السمنة اللي انتشر بشكل كبير جدا في الفترة اخيرة بسبب عداية الاكل السيئة والوجبات السريعة وغيرها كتير وللأسف موريد السمنة هو اكثر عرضا للاصابة بمرض السكر عشان كده اول خطوة لعلاج مرض السكر هو التخلص من السمنة عشان كده فقرتنا هنوضح فيها ازاي موريد السمنة يقدر ينزل في الوزن ويتخلص من كل الامراض اللي بتسببها له السمنة مع ضفتي اللي منوراني دكتور دينة ابو السعود المستشارة طبي لشركة بايو ناتشل منوراني دكتور واحدة تلاتة لابسينس وغيرها اهلا بيكم ومفصوط ان انا معاكم النهاردة وبحبكم جدا 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 احنا كمان جدا عايزين نسألك ايه العلاقة اللي ما بين السمنة والسكر خلينا فعلا نبقى متفقين ان مرض السمنة هو باب لمرض السكر وامراض كتيرة جدا يعني اي حد مريض سمنة بيبقى عرض لمرض السكر النوع التاني وليس الاول لان الاول ده مرض مزمن بيتولد به فلازم يمشي على انسولين لكن السكر النوع التاني حتى الضغط حتى مشاكل في المفاصل مشاكل في القلب الكوليسترول والدون السلسية كل الحاجات دي ليها علاقة بالسمنة لو هتكلم عن السمنة ومرض السكر طبعا لو انا اكلت سكريات كتير على طول بقول السكريات لازم يبع لها مونتر مهم جدا لو اكلت سكريات كتير والسكر عالي في الدم سبحان الله الجسم بيدافع عن نفسه البنكرياس يحفز الانسولين عشان الانسولين هو اللي بيحرق السكر في الدم وياخد السكر ويوديه الخلايا عشان ينتقطق بعد فترة الخلايا بتتشبع بالسكر فبعد فترة خلاص الخلايا تشبعت بالسكر فبقيت تقل بالسكر لدهون مش قادرة تكمل فبيبدأ بقى الدهون عالية جدا وبتحصل مشكلة ما قبل السكر اللي هي مقاومة الانسولين مقاومة الانسولين لما خلاص الخلية تشبعت بالسكر مستقبلات الخلايا للإنسولين ما بتحسش بالسكر يجي الإنسولين ياخد السكر وروح للخلايا فالخلايا تقفل تقولك لا أنا خلاص مش عايزة سكر فبالتالي مقاومة الإنسولين السكر عالي والإنسولين عالي خلاص يبقى أنا كده أكيد هبقى عرضة لمرض السكر النوع التاني فدي حاجة مهمة جدا لناس تبقى عرفها هل شرط يعني هل السمنة كل الناس اللي عندها سمنة أكيد هيجي لها سكر؟ هو ممكن يبقى بنسبة 70% لكن أكيد برضو السكر ببالي عوامل وراسية بس هي أهم حاجة أكيد سمنة الأكل وأحيانا الضغط العصبي عشان كده بقول التوتر والضغط النفسي ممكن يجيب سكر لأن لغبطة الهورمونز اللي في الجسم وبذات الكورتيزول لما بيعلى وتماتك السكر بيعلى في الدم فلازم يبقى الضغط بالذات إحنا كستات العاطف عندنا بتقودنا على طول أي حاجة صغيرة بتلاقينا متنشنين وانس إن حصل تنشنة أنت عارف أكيد الكورتيزول عالي الكورتيزول اللي هو زي الكورتيزول اللي بناخده أدوية الكورتيزول اللي في الجسم بيعلى بيعملي لغبطة شديدة لو الكورتيزول عالي طبيعا السكر يعلى في الدم لكن هو مين اللي بيبقى أكيد سمنة أكل دمه؟ بس يا أميرة كل حاجة لها علاقة بالصحة النفسية لو أنت متضايق مش هتعرف تلعب ريوضة وهتدخن وهيجي لك سكر كل حاجة بصي كلما دكتور يجي أو حد يتكلم يقول لك لا هي الصحة النفسية مهمة جدا يمكن الصحة النفسية هي باب الأمراض عضوية كتير جدا طبعا طبعا أنا في حاجات كتير ممكن يعني أنا مثلا ضغطي بيعلى بس أنا مش مريضة ضغط أنا عندي حيسمها ضغط عصب ضغط عطفة ففعلا الحالة النفسية بتأثر على كل شيء طب دكتور أنا عايز أقالك على حاجة كنا نتكلم عن الكوليسترول والدهون الثلاثية هم ساعات بيبقوا عند ناس ما عنداش سمنة ساعات بيبقوا راسة صح صح هو أحيانا كتير بيبقوا راسة وكمان موضوع الدهون الثلاثية زي ما قلت وراسة وأحيانا الناس كتير بتأكل ما بتتخنش بس بتيجي تعمل تحليل دهون بتلاقي الدهون الثلاثية فالدهون الثلاثية حلها طبعا وشتت الدكتور رقم واحد وانا انا امشي المشي مهم جدا 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 وانا انا احاول ان انا طبعا امشي على دول الدكتور ولو انا مش تخينها لازم امشي واشرب ماي كويس قوي واقل كمية الدهون اللي بكلها في الأكل كمية الدهون مهمة جدا ماينفعش ان انا طول الوقت وخلي بالك موضوع الأكل الصحي ده مهم بس الناس كتير ما بتعرفش تمشي على أكل الصحي الناس كتير مثلا عايزة تخص ومش عارفة تمشي على أكل الصحي عندنا مشكلة في الخساسان إن أنا عايزة أخس ومحرمش نفسي من الأكل هي دي قصة إن أنا إزاي أمشي إزاي عرف أخس ومحرمش نفسي الحقيقة أنا جاي معكم النهاردة عشان أتكلم على كورس مهم جداً كورس مناسب لأصحاب الأمراض المزمنة مرخص من وزارة الصحة المصرية مرخص من هيئة سلامة الغذاء من إنتاج شركة بايو ناتشرلز الكورس ده عبارة عن مكمل غذائي بيقدر يجبح لشهية يعني أهم حاجة إن أنا عشان أخس أخذ حاجة فيها ألياف الألياف رقم واحد في إنقاص الوزن دي رقم واحد منتج بيستا أعتقد زي ما أنا شايف على الشاشة ده الكورس اللي البايو ناتشرلز بتقدمه منتج بيستا مليان ألياف من ردة الشوفان من كشور السليم من ردة الشوفان وكشور السليم وردة الأمحة الثلاث ألياف دول لما باجي أخذ بيستا على كباية مية كبيرة قبل ما يكل بو نص ساعة الألياف اللي داخل بيستا بتنفش في الماء ده بتعمل حيز كبير لما باجي أكل لو أنا بترجية أكل الطبقة ده كلها هلاقي نفسي باكل ربع بس لأن الألياف اللي داخل بيستا أخذت حيز كبير فأنا قررت يحكم الماء ده ما بقاش زي الأول وعندي كمان مهمة قوي طبعا في بيستا كمان عندي الكروميوم الكروميوم بيقدر يزبط لمستوى السكر في الدم ويقدر يزبط لمستوى الكوليسترول في الدم ويقدر يحرق لدهون المخزنة ده الكروميوم وعندي فيتامين سي داخل بيستا طيب كتير بيشتكوا أنه مثلا بيعملوا دايت ويقللوا الأكل بس في نفس الوقت الوش تعبا بيت بال الشعر بلاقي بيقع الضوافر بتكسر فلازم أعمل كومبينيشن وأخذ الكورس كامل من بيستا معا ألبا مالتي فيت ألبا مالتي فيت يعني بشوفه من أقوى المكملات الغذائية الموجودة لأنه فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن عشان ما يحصل ليش دروب في البشرة في الشعر في الضوافر وفي الطاقة يمكن ناس كتير برضو لما بيقللوا الأكل بيحسوا هما ما عندهمش الطاقة من أهم الفيتامينات الدعمة جدا للطاقة هو فيتامين بي طبعا كلنا سمعنا عن فيتامين بيه المركب طبعا بي 12 بي 12 دا مهم جدا جدا هو الكوبالامين لدعم قرات الدم الحبرة وعندي داخل برضو ألبا مالتي فيت البيوتين البيوتين فيتامين بي 7 سوري فيتامين بي 9 مهم جدا للشعر عندي الفوليك أسد عندي الريبوفلافين يعني بقول على طول أن منتج قلب مالتي فيت فيه كل عيلة فيتامين بي فدي حاجة مهمة وناس كتير مش عارفة أن فيتامين بي مسؤول عن ترطيب البشرة يمكن إحنا الأسف في الشتاء المية قليلا بس إحنا لازم نشرب مية على القلة 2 لتر في اليوم بس لو المية قلت لو هتكلم على البشرة أول حاجة بلاقي تجعيدة على بشريتي فلازم نرطى بالبشرة بالكريمات بتاعتنا طبعا الكوزماتيكس اللي احنا نستخدمها الدي كريم والنايت كريم طبعا فلوسنا كلها فلوسنا كلها الكريمات دي مع ألف مالتي فيت الداعم جدا جدا لفيتامين بي وداعم لفيتامين سي يعني فيتامين سي كمان داخل ألف مالتي فيت مهم لكذا حاجة لو هتكلم على البشرة مهم لتعزيز الكولوجين الكولوجين مهم قوي لنظارة البشرة فيتامين سي مهم لعادة امتصاص الحديد أيوة صحيح الحديد طبعا كلنا عارفين أهمية الحديد عشان نقي من فقر الدم لكن مشكلة الحديد بيبقى صعب امتصاصه في المهدى فلازم حاجة تحفزه على الامتصاص وده اللي بيعمله فيتامين سي عندي داخل كمان ألف مالتي فيت ممكن الكالسيا الكالسيا مهم قوي لدعم العض وعندي الزنك طبعا كلنا سمعنا عن الزنك وأهميته للمناعة واللي العمليات الحيوية في الجسم فلازم أخذ الكورس كامل من بيستا من البامالتي فيت وكمان القهوة الخضرة اللي هي بتساعد لي على معدل الحال حلو طيب فيه ناس بتخاف تاخد فيتامينز كده منها لنفسها يعني اسمعنا كتير دكاترة بيقول ما تاخدش فيتامين إلا لما تشوف أنت فعلا جسمك محتاج ولا لا هل إحنا بنعمل تحليل أو حاجة أو أي فحصات ولا ده آمن إن إحنا نقدر ناخده في أي وقت الفيتامينز اللي أنا باخدها وقت إن أنا أعمل تحليل دي الفات صليبل اللي هي القابلة للزوابان في الدهون دي كا دي وإي وك وألف لكن ألف مولتي فيت الفيتامينز اللي فيه ملهج تخزين في الخلايا ملهج توكسيستي فالزيادة منه بينزل عن طريق البولف ما تخافش منه إطلاقا الجسم بتخلص منه الجسم بتخلص منه وبرجع أقول إن التراكيز بتاعته ما تخوفنيش حتى إن أنا حم إن يحصل تحميل على كلا أو تأثر إطلاقا هو آمن وخلي بالك ألف مولتي فيت بيتاخذ لأي حد اللي عايز يخس واللي مش عايز يخس أهم حاجة إن أنا باخد أرس واحد بس في اليوم ما باخدش أكتر من أرس اللي هو ألف مولتي فيت باخده بقى بالليل والله الصبح أكيد بيفضل الفيتامينز بعد واجبة بعد الفطار أو الغداء بساعة ما بحبزوش بالليل لأن فيتامين بي بيدعم لي الطاقة ممكن يصهر ممكن يصهر لكن ألف مولتي فيت بيتاخد بعد الفطار أو بعد الغداء لو هتسألوني على بيستا بيتاخد إزاي عندنا فريق طبي في شركة بايو ناتشرلز بيقدروا يتكلموا عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة لأن الشركة بايو ناتشرلز هي الوكيل الحصري للكورس كله ما عندناش أي منفذ بيع غير فقط الأرقام اللي ظهر على الشاشة وصف حتة بايو بيستا اللي موجودة على الفيسبوك وبطمن الناس إن فيه فريق طبي بيتابع الحالة مريض السمنة من دي وان كل أسبوع بيبقى فيه متابعة مع الحالات اللي بتاخد كورس بيستا حلو كورس قدامنا برضو عشان لو حد حبي يتواصل آه طبعا دي صفحة بايو بيستا اللي موجودة على الفيسبوك ولطلب الكورس طبعا زي ما أنا قلت إن شركة بايو ناتشرلز هي الوكيل الحصري أرقامها ظهر على الشاشة موجود في الشركة فريق طبي بيتابع الحالة بيستا بيتاخد ساشة أكيس أو اثنين أو ثلاثة على حسب الحالة الصحية بتاعته أو حسب الهيستري بتاعه وعلى حسب الأوفر ويت قد إيه يعني فيه ناس بتبقى أوفر ويت كتير جدا وناس أوفر ويت قليل فكل واحد كورس قليلا مختلف بالزبط فبنقدر نتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة والفريق الطبي بيقدر يتابع الحالة فيه ناس بتبقى عايزة تاخد سابلمنت أو مكملات غزائية بس بتبقى عندها شوية أنت تقول السابلمنت أغلبها أسعارها بتبقى عالية شوية أيوة أنتو البرودكت بتاعتكم ما يعتبرش فيه لا طبعا الكورس سعره رائع وسعره كويس جدا لكل فئات المجتمع المصري السعر مش غالي خالص وأعتقد أن كل الناس تقدر تتكلم حتى عن طريق رقم الشركة وتعرف السعر السعر رائع بصراحة ما عندناش حاجة غالية إطلاقا يعني طيب دكتور الكورسات زادت فيه المكملات الغذائية قبل الكورس فيه تقرير هنروح نشوفه هنروح نشوفه هنروح نشوفه التقرير الجاي ونرجع لحضراتكم احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدتك تخص اسمي براهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما خص كنت تبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فلبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا بستخدم بيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خصيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا يعني شفنا ريفيوز حلوة بيكلم عن البرودكت بشكل إيجابي طيب دلوقتي فيه كورسات كتير أبا دكتور موجودة في السوق بصراحة يعني يعني كورس بتاعنا النهاردة إيه الاختلاف اللي فيه يعني إيه اللي يخليني أنا أشتريه عن غيره الاختلاف اللي فيه إن المنتجات مرخصة وده مهم قوي إن أنا باخد مكملات غذائية واخد ترخيص موظوظة صحة مصرية مرخصة من نهاية سلامة الغذاء المنتجات موجودة في الفارماسيز ودي حاجة يعني تديني تشجيع وتديني الأمان إن أنا نستخدمه لكن لو هتكلم في قصة السيدليات أنا ممكن أخش السيدلية ألاقي المالتي فيتامين وملاقيش بيستا والعكس عشان كده بقول الأسهل إن أنا باخده عن طريق شركة بيوناشرلز إلا أرقامها زارة على الشاشة أوكي ألف مالتي فيت اللي بيميزه عن حاجات كتيرة جدا إنه زي ما أنا قلت أول حاجة ملم بكل عيلة فيتامين بي كلها من ورق واحد واثنين وثلاثة وخمسة كله حتى اتناشر فيه أعلى تركيز للزنك وده ما تلاقيوهش أبدا اللي هو 23.9 فيه فيتامين سي بنسبة 500 مليجرام ألف مالتي فيت دعم للمناعة دعم للتمسيل الغذائي دعم لصحة العظام دخله 13 عنص من الفيتامينات المعدة وده بيميزه جدا بيستا اللي بيميزه اللي بيميزه إن أنا بقدر أخس بدون سايد إفاكت ما عنديش ما عنديش أكتب إنجريديون بيشتغل على المخ ما يخلنيش عصبية ما حسسنيش بجفافة كل اللي بيشتغل عليه الألياف اللي بتنفش في المعدة فبحتحسسني بالشابع فهو ده اللي بيميز كورس بيستا وشركة بيوناشرلز عن بقية الكورسات الموجودة طيب أنا عندي سؤال كده أستاذة هند بعد إذنك بنا أرجوك ميجي بما إن إحنا يعني مقررين إن إحنا نزبط الأكل وكده أنا بتديت وبجد أنت خلت القرار ده أنا أخطي لك القرار خلاص أنت قلتي أنا عايزة وأنا معاك ميجي فإحنا قلنا أنا بتديت بقالي مثلا دلوقتي خمس ست يام مبطلة سكر خلص رائع ميجي طب حسيتي بإيه يعني الفرق بتعملي إيه هقولك بقى الفرق أنا مرتاحة جدا بس أنا أول كام يوم كنت تعبين أنا بعمل كتا تمام بس أنا بقى بعمل بديل أنا مش عارفة هو صحة ولا لأ أنا بقى نفسي حاجة مسكرة بأكل يعني بأكل ممكن أكل حاجة حدق عادي أخد ساندويتش كده يبقى بالنسبة لي وبيروح من عندي الكريفنج بتاع الحاجة المسكرة بقى أن اللي عنده الكريفنج للمسكرة بيبقى عايز طول وقت يأخد حاجة مسكرة أنا يعني قدرت أتخلص من ده بس خايفة ده بقى يوديني بها اللي إيه أخلص من الحلو أخش إيه في الحاجة والماء بس ما كانش عندي حل غير كده أو ممكن أخد فاكهة الفاكهة حلوة بتهدي شوية بتهدي شوية بس طبعا فيه أنواع فاكهة فيها سكريات كتير يعني محدش مثلا يقولي يا ما بيخدش سكر ولا إيه بيخلص كيلو عينب بس خلي بالك يا فاكهة الشتا أصلا ما بمش داي فاكهة الصيفية يعني سرقوا عندنا إيه في الشتا طبعا ما عندنا عش فاكهة فين المانجا والتين دول في الصيف بقى نصفار لا أخد كل حاجة بس الرومان ما فيهوش مشاكل أعتقد ايه الرومان الرومان رائع الرومان رائع بس فيه ناس بيحط حط على الرومان بقى سكر سكر وكريم على الهيلويتين كريم دول أنا أنا بابلجر الخلطة الحاجات اللي تدخلت معي يعني أنا لما باجي أتكلم مع الشوفان إن مثلا بيستا فيه شوفان فبيقول لي فيه ناس بتاخد الشوفان تخس ونسا تخذ الشوفان تدخل الفكرة في كمية الشوفان والحاجات اللي بتتحط على الشوفان يعني الشوفان من النشوات المعقدة فلازم لو أنا بخس بأخده بقليل وما يفعش حط عليه مكسرات والفواضيه المجفافة وكمية عسل كتير وأقول لنا أنا بخس لكن طبعا المنتج بيستا الكيس الواحد سعراته حرارية قليلة وخلي بالك ناس كتير تقول لك أنا مثلا عملة دايت وباكل صلطة وما بخسش مع ناس بتاكل صلطة كتير بس بتحط صلصة على صلطة صلصة وزيت زاتون قد كده زيت زاتون صحي جدا بس مليان كالوريس فمفيش حاجة في العالم زيرو كالوري إلا المية هي زيرو كالوري فاكهة فيها الصلطة فيها بس بنسب متفاوتة الشاي الأخضر مصيرات شصص الشاي الأخضر ما فيهوش بس الناس بتحط عليه صلطة لا والسيرات شصص زيرو كالوري بجد آه طبعا اقري بس وفيه صوديوم بس بس بيحمس المية المية أساس الحياة والمية على فكرة بتساعدني أن أنا خس يعني أنا بقول على المية لأننا نحن دخلين في فصل الشتاء ناس بتنسى تشرب مية المية هي اللي بتطلع لي بتطرد السموم والفضلات من الجسم هي اللي بتخليني أعرق والعرق بيطلع لي السموم والفضلات هي اللي بتزبط لي الإمساك هي اللي بتزبط لي الجهاز الهضم الجهاز الهضم كله هي اللي بتساعدني على حرق السعرات بتاعتي فمهم جدا 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 مع الكورس أشرب مية كويس قوي الشاي الأخضر رائع يمكن طبعا مع الكورس بيطلع الأهوة الخضرة الجرين كافي بساعد جدا على الحرق الحرق طب ده بق ده يعني خليني أسأل حديث دلوقتي الناس اللي عندها مشكلة في الحرق من سن كام يقدروا ياخدوا الكورس من سن 13 سنة بقدر أخذ الكورس بكل أمان مفيش أي مشكلة لحتى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أمن لهم من الضغط من القلب ومن السكر مفيش عندي مشكلة خيب يعني لغا برجع طبعا أقول إزاي أقدر أستخدر أخذ الكورس عن طريق الأرقام اللي زهر على الشاشة شركة بايوناتش ريس بالضبط إن شاء الله الناس تتواصلوا كله يستفيد طب أنا يعني كنا منتكلم مع بعض قبل الفاصل كده عن الضغط العالي طب الضغط العالي ده بقى قصته إيه يعني قصته إيه ومقدر نسيطر عليه إزاي وهل في أي مرحلة أنا ممكن أخذ دواء بوسي أنا الضغط بيبقى حاجات كتيرة ممكن ممكن الملح اللي في الأكل زيادة عن اللي زون وانا عندي قابلية للضغط والسترس أساس الضغط أنا مش يعني ما بحبش قفتي في الحتة دي لأن دي بتاعت الدكاترة الطب أنا خرجت خلية سيدالة فما بخشش في اختصاصات غيري لكن لازم اللي مريد ضغط يتابع الضغط بتاعه مش مرة واحدة نقول لأنا عندي ضغط وأخذ دواء بالضبط لازم أروح السيدالية أو يبقى عندي بأياس ضغط وأصبوع صبح وليل صبح وليل وأخذ المتوسط وأعرف أنا ضغطي هو أهم حاجة نرجع للمختصين في كل حاجة احنا للأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة كنتي منورانا ومشرفانا يا دكتور إن شاء الله أنا مرسوطة أنا معك أنت وعليرة جدا أنا والله معنا كثير إن شاء الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا خلصت حلقتنا النهاردة من الحريفة نشوفك بكرا إن شاء الله في حلقة جزيلا نشوفك بكرا